بعد ما عرفنا الخطوات بتاعت التشيك شير او بمعنى اصح تصميم الكنات تعال ناخد مثال بالارقام عشان نقدر نلمي الموضوع ده كله ونشوفه فعلا سهله ولا صعب وتلاقي ان شاء الله صهله جدا في الاخر تخيل مثلا لو عندنا الكاميرا سيمبل زي دي اسبانها مثلا تمانية متر وكان جيفن عندي في الداتا ان ال FSU 25 نيوتن بر مليمتر سكوير فكين كاميرا زي دي المفروب تصميم على مرحلتين اول حاجة مرحلة بندنج بنطلع الابعاد والتسليح تاني مرحلة بنبتل نعمل موضوع لتشيك شير فمثلا طلع من تصميم البندنج مومنت ان ال B ب250 ملي وندي بتاعت الكاميرا مثلا 550 فاكر ادي بتاعت الكاميرا 550 يعني تي طلع ب600 دول طلعناهم من البندنج المطلوب دلوقتي عايزين نعمل تشيك شير او بمعنى صح نصمم الكنات الخطوات ايه اول حاجة اكيد هتحتاج ترسم شير فورس دياجرام فاكر الشير فورس دياجرام انت هتحسب قيمة الرياكشنز عن طريق اللودز اللي موجودة وتيترسم شير طلع مثلا في المثال ده الماكسماوم شير بيسوي 280 كيلي نيوتن فاكر بتنزل قيمة اللود بانت رجع تقفل بالرياكشن اللي في الاخر خبالك ديه قيمة الكيو ماكسماوم الصح ان احنا نعمل ايه نحسب الكيو كريتيكال اللي هي على بعد كام سي على تنزق دي على اتنين ودي اللي نشتغل بيها بس معلش ماشيلي في المثال ده ان انا مسلا هشتغل الكيو ماكسماوم على اساس ان مفيش وقت لكن زي ما قلنا لو في عندك وقت في الدراسة انت تشغل بالكيو كريتيكال في الشغل لازم تشغل بالكيو كريتيكال عموما لو مسلا نحن في المثال ده هنشغل بالكيو ماكسماول هي 280 عايزين نبتل نعمل خطوات اللي هي اسمها تشيك شير فاكر بتبتلت تحسب كام سترس 4 سترس وخبالك الف سيو هنا كانت 25 فاول حاجة بحسب 3 سترس اللي هم الكيو سيو انكراكت فاكر كب كام كبتساوي 0.16 في جازر الف سيو على جماسي يعني هتساوي 0.16 في جازر 25 على 1 ونص حسبت الكيو سيو انكراكت طالت مثلا 0.653 نيوتن بر ميليميتر سكوير فاكدتاني حاجة بحسب قيمة الكيو سيو كراكت بدل ما بنعابه 0.16 بنعابه 0.12 0.12 جازل الف سيو على جماسي هتساوي 0.12 في جازر 25 على 1 ونص طالت مثلا بتساوي 0.49 نيوتن بر ميليميتر سكوير فاكر ثلاث حاجة بحسب قيمة الكيو ماكسمام لها بتساوي 0.7 في جازر الف سيو على جماسي يعني هتساوي 0.7 في جازر 25 على 1 ونص طالت مثلا 2.857 نيوتن بر ميليميتر سكوير فاكد نقولنا قبل كده لو الف سيو عندك كبيرة جدا بحس ان القيمة دي طالت اكبر من 4.4 كنت هتاخدها ب4.4 لكن هي هنا أقل من 4.4 دول كده التلاتة السريس الآلاول فاكد نرابع السريس عايزين نحسبه اللي هو السريس الأكشول اللي هو كان المفروب بتساوي ايه كيو كريتيكال مقسومة على البي في دي بس ما عليش مشيلي في المثال ده مثلا ان انا اشتغل بالكيو ماكسموم على اساسا مافيش وقت في الدراس لما جيت احسب الكيو ماكسموم لو تفتكر كابتساوي 280 كيلي نيوتن وانطبعا في ديزاين شغال بالنيوتن والميلي يبقى 280 كيلي نيوتن دي تحتاج اضربها في كام؟ تحتاج اضربها في ألف يعني في عشرة قصة ثلاثة زي ما قولنا عشان تبقى بالنيوتن مقسومة على البي في الدي فاكر البي كاتجيفن 250 ميلي والدي كاتطالعا من الدزاين بتاع البندنج ب550 ميلي لما حسبت قيمة الكيو أكشول هنا طالت ناسنا بتساوي 1.82 نيوتن بر ميلي ميتر سكوير بعد ما حسبت الاربع سريس لو تفكر بنيبتدي نقارن بس لو تفكر انا دائما بقارن الكيو أكشول بكم حاجة بحاكتين بس فاكر اللي هما كان كيو سيو أنكراكت والكيو ماكسوم قلنا ده اللي هيعرفني انا محتاج كبرة ابعاد قطعه لا وده اللي هيعرفني كمان انا محتاج اصم ممكانات ولا لا لو تاخد بالك طلعت عندنا الكيو أكشول ب1.82 والكيو سيو أنكراكت 0.65 وكيو ماكسوم ب2.85 ده معنى ان الكيو أكشول بين البنين فاكر لو طلع قيمة الكيو أكشول بين البنين يعني اكبر من كيو سيو أنكراكت واصغر من كيو ماكسوم وانا بيما هي اصغر من كيو ماكسوم يبقى انت مش محتاج تتكبر الابعاد طب بيما هي اكبر من كيو سيو أنكراكت معنا ان القطع مشرخ لو القطع مشرخ يبقى انت في الحال دي هتحتاج تصم ممكانات يبقى واضح اننا في المثال ده هنحتاج من الصم ممكانات فاكر بصم ممكانات بالقانون بتاع 3S فاخر القانون تصميمي كانت كنا بنقول إيه الـQS اللي هي بتساوي Q-Actual ناقص Q-CU Cracked اقبالك ديه Cracked بقى بتساوي لو تفتكر N في الـAS F-Field على الجامة S مقسوم على الـB في الـS قانون زي ده دلوقتي اللي ما تيجي تعاوض بالأرقام الـQ-Actual لو تفتكر أنا كنت مطلحها 1.82 نيوتن بر مليميتر سكوير والـQ-CU Cracked قد طالع معاه في الحسابات 0.49 فاكر ده هيساوي N الـN معروفة لمجهولة الـN مجهولة الـAS برضو مجهولة في الـF-Field على الجامة S الـF-Field بكام؟ فاكين قونا في الدراسة لو الدكتور ما قالكش الـF-Field بتاعت الاستيرابس بكام؟ انت على طول هتاخدها بـ240 لو قالك رقم غير كده هتطار تلتزم برقم الدكتور ميديهولك لكن الطبيعي انحن ناخد الـF-Field بتاعت الكنات 240 طبعا هقسم على الجامة S اللي هي 1.15 على الـB في الـS فاكين بيكا بطلع 22.50 ميلي في الـS فاكر في قانون تصميم الكنات كان عندي 3 مجهيل N وAS وS بفرض مين ومين بفرض الـN والـS وطلع الـS فاكر ترتيب الفروض اول حاجة هاخد الـN بكام؟ بـ2 والـF-F-8 لو F-F-8 يبقى انت تعود الـS بكام؟ 50.3 ميليميتر سكوية فلما عوضت هنا الـN بـ2 والـS هنا بـ50.3 قدرت اطلع الـS فاطلع الـS في المسال ده مثلا بيساوي 63.1 ميلي للأسف أقل من 100 ميلي يبقى ينفع فرض الـN بـ2 والـF-8 وانا ما ينفعش فاطلع يرجع اخد الفرض اللي بعده اللي هو الـN بكام؟ بـ2 والـF-10 فاك الـF-10 يبقى انت تعود الـS بكام؟ 78.5 ميليميتر سكوية فارجع عوضت في نفس القانون تاني لكن هارجع اخد الـN بـ2 والـAS بـ78.5 وطلع الـS مرة تانية طلعت الـS للأسف بتساوي 98.5 ميليميتر يعني يقل من 100 انت في الحال يبقى من الـS قل من 100 يبقى الفرض ده ما ينفعش وتضطر ترجع تاخد الفرض اللي بعده طب ايه الفرض اللي بعده؟ لو تفتكر قلنا ان الـN تبقى بـ4 والـF-8 فانا رجعت عوضت مرة تانية الـN بـ4 والـF-8 يعني الـS يتساوي 50.3 ميليميتر سكوية ورجعت عوضت في نفس القانون الـN بس عوضت بياب كام؟ بـ4 والـS بـ50.3 ورجعت وطلعت الـS مرة تالتة الـS مثلا في الحال يطلع بتساوي 126.3 ميليميتر بما ان الـS هنا تطلع بين 100 و200 بعده معناه ان الفرض بتاعي صح ان الـN بـ4 والـF-8 بس تقدر تقولي عدد الكنات في المتر هتبقى بكام؟ فكين قلنا هتساوي الـ1000 ميلي اللي هو الـ1 متر مقسومة على الـS كين قلنا هتساوي 1000 على 126 طلعت مثلا بتساوي 7.9 كان في المتر يبقى انا محتاج احط 7 وشوية كانة هيتاخدوا عندنا كام؟ هيتاخدوا 8 بس 8-Fi cam وانا ترجع تشوف الفرض اللي انت واخده مش انت كنت واخد لأنه بـ4 والـFi بـ8 تبقى 8-Fi cam تبقى 8-Fi 8-Permiter Run بس cam branch 4 branches يبقى ده بتصميم بتاع الكنات يبقى دي الكنات اللي احنا محتاجنا عشان تقدر تقاوم الشير طب بعد ما طلعت الكنات اللي انا محتاجها اللي هي 8-Fi 8-Permiter Run 4 branches لو تفتكي كان مفروض تشايك على الميو منيموم ففتكر قلنا وانت بتحسب الميو انت لازم تعوض بالمسافات اللي هتتنفذ يعني مثلا أنا كنت مطلع الـS 126 ميلي ودي طلعتلي 7 وشوية كانة لكن انا فعليا خدتهم كم كانة؟ خدتهم 8 يبقى الـS جديدة اللي هتتنفذ بكام؟ لو انت عندك 8 كنات في المتر يبقى نسايف ان كل كنات والتانية هتساوي قد ايه؟ الـ1 متر اللي هو الـ1000 ميلي مقسوم على عدد كنات النهائي اللي انت طلعت يعني هنا هتساوي 1000 على الـ8 كلهم فطلعت مثلا 125 ميلي يبقى المسافة الفعلية بين الكنات اللي هتتنفذ في الآخر بتساوي 125 ميلي وانت بتحسب الميو فاكرك بتساوي ايه؟ N في الـAS مقسوم على الـB في الـS فاكر انا كنت اخذ الـN بكام؟ واخذ الـN باربعة بما ان هنا كنت شغال بـ5-8 يبقى الـS هتساوي 50.30 ميليميتر سكوير على الـB اللي هي 250 في الـS اللي هتتنفذ اللي هي تبقى بكام؟ الـ125 حسبة الميو مثلا طلعت 0.0064 عايز اقرارها بالـMU minimum فاكر بكامل ميو minimum وانا هتساوي 0.4 على F field يعني هتساوي 0.4 على كام؟ بما ان احنا هنا واخدين F field بتاعة الـKanat 240 يبقى هنا هقسم على 240 طلعا بتساوي مثلا 0.0016 يعني الميو اللي عندي اكبر بكتير من الميو minimum لو الميو اكبر من الميو minimum ده معناه ان الكاملات اللي انا مطلحها مظبوط مش محتاج لأ ارجع غير للـN ولا الـS ولا الـS